شاركت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في الحدثة الجانبية الرسمية صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي اطلاق الدعوة لتقديم مقترحات مشروعات المقام ضمن فعليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بيكولومبيا للأعلان عن كوب 16 عن أول حزمة من المشروعات التحفيزية الممولة من صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي وأكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الهدف الرئيس من هذا الحدث هو اطلاق الدعوة لتقديم مقترحات مشروعات لصندوق التنوع البيولوجي وتشارك مصر في مجلس إدارته مع دول أخرى بمنحة أولية من الصين بقيمة تقدر حوالي 220 مليون دولار أمريكية لتوفير تمويل الدول النامية لتسريع تنفيذ إطار كومينغ مونتريال العالمية للتنوع البيولوجي من خلال نهج يشمل الحكومة والمجتمع